كابتن محمود عايزة اروح معاك بداية لان احنا كان من سنتين كنا لسه بنكلم عايزين دوري يعني الكورت القدم كسار القامة بس خلينا يعني نعرف منك تفاصيل ازاي اصلا ده تحقق انتوا دلوقتي متواجدين في عشر اندية اكيد ان شاء الله فيه هوب او فيه امل ان ينتشر اكتر من كده وانا عارف ان احنا كلمنا قبل الهوى كمان انت نفسك في النادي الاهلي ان شاء الله ده يخطق ازاي قدرت ان انتوا تحققوا فكرة الدوري وفي نفس الوقت برضو فكرة انتوا تكونوا فريق اكبر من كده وتتوغلوا في الاندية بشكل اكبر يعني خلينا عارف منا والله احنا يعني بدأنا اول حاجة زي ما قال الكابتن وليد الكابتن عليه شعبان بدأ بارب على العيبة تمام بدأ السوشال ميديا كله يتلام عن السوشال ميديا في انضمام كتير فيه شباب دلوقت كانت الاول بتخاف تطلع من البيوت لكن من ساعة ما ظهروا او من ساعة ما شافوا زملائتهم واخواتهم كسار الكامة ظهروا بشكل كويس بعيدا عن التنمر بعيدا عن هم اضحوكة للناس كلها وده لا بيه ابطال فكله بينضم لنا حاليا ويبسعيد ان هو يمشي يعني بطل ماشي برضو فخامة السيدة رئيسة عفتاح السيسي برنامج قدرون باختلاف ده حاجة كبيرة غيرت كتير جدا مع كسار الكامة مع زول همم وزول الاحتاجات الخاصة بدأنا بربع لعيبة عملنا منتخب مصر سفر المغرب لمباريتين ودتين بعد كده جينا لعبنا الجهة العراق مباريتين برضو ودتين بعد كده عملنا بطولة كأس العرب كان في شرم الشيخ واخدناها مع زبانيا كان قضيف شرف واسمه ده السيدان والاردن والعراق والليبيا وفلسطين في حاجة تانية بعد البطولة دي بدأت تتفتح لنا المجالات اكتر بدأت العيون تبص علينا اكتر اوي تفتح المجال اكتر فالكابتن علي شعبان بزل الجهد كبير اوي انه هو من هنا ل هنا من هنا بدأ يجمع نقاط بدأ يجمع لعيبة من سوشيال ميديا بينا دلوقتي يعني سفرنا المغرب لعبنا في كأس الافريس يوية جايبين من مركز التاني جينا بقى عندنا الدوري بدأ يوم عشرين تلاتة عشرين تلاتة وعشرين كأول عيد ميلاد لكسار القامة ان اول دوري يتعمل على مستوى العرب ومستوى العالم عمات ان هو اول دوري يتعمل تحت اللجنة البرالنبية بكيادة الدكتور حسام الدين مصطفى فقط انت بقى قعدتك في اسكدرية وانت قصب من السعيد زي ما عادتنا منك قعدتك في اسكدرية خلنا اتكلامك ميكس صعيدي على اسكندرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة